منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بطلاب منصة زادي في هذا المساق الجديد كيف نربي أبناءنا حين نتحدث عن التربية فنحن نتحدث عن مهمة من مهمات الأنبياء هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 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 ويعلمهم الكتابة والحكمة فهي وظيفة من وظائف الأنبياء التربية هي مسؤولية عظمى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إن مسؤولية التربية وتنشئة الأبناء والبنات على الأخلاق الفاضلة والسلوك القميم والدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى أن نرقى بعقولهم وننمي أرواحهم ونبني اتجاهات إيجابية لديهم ونكون لديهم الاتجاهات الحسنة الصالحة النافعة ويسعدون بامتلاك مزيد من المهارات النافعة التي تحقق لهم الغاية التي نطمح إليها نجاح في الدنيا وفلاح في الآخرة إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الناس يولدون سواسية ولكن التربية هي التي تفرق بينهم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون زودنا الله تبارك وتعالى بهذه المهام لتكون وسائل لنا في تربية أنفسنا وتربية أولادنا والقيام بهذه المسؤولية إن مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين على وجه الخصوص في أمس الحاجة إلى مزيد من التوجيه إلى ما يتعلق بكيفية تربية الأبناء لأنها رسالة عظيمة وهي دور أساسي وهي رسالة الأبوين الأباء والأمهات ليسعدوا بأبنائهم وليكونوا أبناء صالحين مصلحين في مجتمعهم ومن أجل ذلك كان هذا المساق تنمو المجتمعات وتزدهر وتتطور وترقى وتنافس وتبنى الحضارات لماذا؟ لأن وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة في هذا المساق تم تقسيمه إلى خمس وحدات رئيسة وضمن كل وحدة مجموعة من الدروس فالوحدة الأولى سنتحدث عن مقدمات في تربية الأبناء وذلك في ستة دروس والوحدة الثانية ستكون في وسائل تربية الأبناء ونتطرق فيها إلى ثلاثة دروس وفي الوحدة الثالثة نتحدث عن مسؤولية المربي أبا كان أو أما أو معلما وفيه أربعة دروس وفي الوحدة الرابعة نتحدث عن نوع خاص وهي التربية الخاصة وفيها أربعة دروس ونختم هذا المساق بالوحدة الخامسة عن مشكلات في تربية الأبناء وفيه خمسة دروس سنكون معا على مدى خمسة أسابيع بحول الله تعالى أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يوفقنا للصالح في القول والعمل وأن نوفق في تقديم شيء نافع يساعدنا على حسن تربية أبنائنا وبناتنا ألتقيكم على الخير وحياكم الله اشتركوا في القناة